يا أهلا وسهلا مساء خير يوم جديد وحلقة جديدة من كلام الناس وكلام الناس النهاردة حلقة استثنائية وحلقة خاصة وحلقة غير عادية النهاردة حلقتنا عن أستاذ وعالم وطبيب كلنا بنعتبر قيمة كبيرة في حياتنا شخص وشخصية نجحة وعظيمة ومؤثرة في مجتمعنا الحقيقة أنا والناس كلها بتعتبروا مش بس طبيب للبدن والصحة ولكن كمان طبيب للقلوب لأنه مش بيقول كلام ونصيح علمية فقط أو طبية فقط ولكن بيربط ما بين العلم ما بين الدين ما بين الحياة وبالمنطق من واقع حياتنا اليوم معاين ومشرفنا نهاردة فيه كلام الناس دكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني يا أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسام أهلا بيك مش هرفنا أهلا وسهلا هبدأ مع حضرتك حلقتنا النهاردة عن الشباب والشباب بيعتبروا حضرتك قدوة وقامة وقيمة في المجتمع بناخد من حضرتك المعلومة الطبية والحياتية وأيضا المعلومة الدينية واللي ربنا قال لنا نمشي عليه عشان حياتنا وصحيتنا تكون أحسن مؤخرا انتشر عند الشباب مصطلح اسمه متلازمة القلب المنكسر دي جاية طبعا من الضغوط النفسية أو المشاكل أو الحزن اللي ممكن يتعرض له أي حد في الدنيا ولكن بقى في فئة الشباب أكتر بيؤدي إلى الوفاة ده سببه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الموضوع في الكتاب هقولك عنوانه اللي في الكتاب صدن دس الموت الفجائي ده بقت ظاهرة بقت ظاهرة طب العلماء حيسكتوا ماسكتوش الموت الفجائي له أكثر من سبب يوصلوا إلى أكتر من عشرين سبب موت فجائي على فكرة اللي يموت في ظرف تمانية واربعين ساعة موت فجائي مش فجائي يعني كان واقف واقع أيوه لكن من الأسباب العديدة للموت الفجائي أختارهم خلل ضربات القلب عارك قلبك بيدق بين سبعين وتسعين دقة في الدقيقة وبانتظام كيف القلب يعمل كده زي إيدي بالضبط كده وكده كده يطلع الدم وكده ياخد الدم كده يطلع بانتظام بس تقولي هنا بقى سبحان الله سبحان الله عارفة بيدق لو واحد عاشتها منين سنة يدق كم مرة؟ كم مرة اتنين مليار اتنين مليار مرة ماشاء الله طب كيف القلب ده عضلة؟ صح عضلة طب ما بتتعبش ليه؟ تقدري بالعضلة دي تعمل اتنين مليار مرة؟ نا طبعا هتتعب طبعا فربنا حما القلب من التعب لأ انت بقى يا عضلة مش هتتعب لكن القلب شغل بالكهرباء خلل الكهرباء ممكن يؤدي إلى الوفاء في الحال فور ليه؟ ساعات الكهرباء تخلي كل ليفة شغل وحدها هيفقد الحركة دي لأنه حامل كده كل ليفة تشغل وحدها فدي ما تتعايش تموت عشان كده لازم يبقى فيه وعية كامل في المولات في الملاعب في الجمات الجم جهاز يرجع القلب كما كان اللي هو الجهاز الناس كلها عارفينه صدمة القلب صدمة القلب ده ينقص حياة بني آدم ايه مش بس كده لازم كل الناس كل الناس أنا أعني ما أقول كله بلا استثمات إزاي ينعش قلب اللي هي الطريقة اللي بنشوفها في الأفلام دي بس أكيد طبعاً لها طريقة طبية دي يا ريت في التلفزيون برنامج يبقى توعية لإنعاش القلب لأن حرجة بيبقى ماشية وجنبك واحد يقع أنا كنت بحج سنة دي حصلت معاه أكتر من واحد يقع ولولا إن إحنا فاهمين اللي كانوا وقفين فاهمين كانوا ماتوا كانوا قلبه يتوقف بس عايز إنعاش تنفسي وقلبي وسهل جداً جداً فده أشهر سبب للوفاة الفجائية خلل ضربات القلب لكن جلطة الرئة ممكن تعمل وفاة نزيف المخ أكتر من حاجة خلل الأيونات اللي في الدم بوتاسيوم يعلى أو يوطى فعشان كده لازم الناس تبقى وعية جداً 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 جيداً هل الحزن والضغط النفسي يموت نسمع عن حد يقولك نام زعلان ما أمش لا يا دي أفلام عربي شوية يعني نخليها في الأفلام لا الضغط النفسي طبعاً ممنوع لكن الضغط النفسي يموت إمتى لو أنا مريض يعني أنا مريض ضغط ممنوع أتعرض للضغط النفسي صحيح خالص مريض شوريان تاجي ممنوع أتغير تلغط ضغط النفسي فاللي نام قام ميت أو الصحي صحيح لقام ميت عشان كان متخانق مع ابنه ده يا إما إذا كان فيلم عربي أو مريض من الأسرة إنما الناس تخاف لما احنا نقول كده طب وبيقولوا كده وبيرواجوا لنا كده إنه نام الحزن ده مش علمي طبعاً مش علم طبعاً ده شيء مش علمي فبين وقت لكن الضغط النفسي شيء مش مستحب خالص 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 وأنا دايماً أربط الضغط النفسي دايماً طبعاً في ناس كتير هتعترض بيعلقتوا بربنا يعني اللي مش قلبه مليان إيمان بيزعل بسهولة جداً صحيح جداً بنشوف الناس المتدينين هادي جداً 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 صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه قرنية قبل الإسلام وبعد الإسلام شخصيتين مختلفتين تماماً ليه الإيمان دخل قلبه صحيح فعشان كده أنا بنصح كل واحد أنه يهدى أياً كانت ديانته أنا لا أقصد الإسلام أياً كانت ديانته لازم قلبه يبقى مليان بربنا صحيح ده هيخدني مع حضرتك دكتور حسام للأمراض النفسية أنا متفقة مع حضرتك ومع تصريحك وقولك أنه اللي قلبه عامر بالإيمان بزيادة والمتدين بزيادة والأقرب لربه بزيادة أقل عرضة عرضة للأمراض النفسية أقل عرضة للتغيرات النفسية إيه الفرق بينه؟ المرض النفسي عايز دكتور أه ما تقوليش أنا عين عندي شيزوفرينيا أه ولو رحت للمسجد حخف لأ أنا حروح لدكتور التغيرات النفسية اللي فيه الحدود الطبيعية أيها أيها الغضب النرفزة النرفزة الحاجات الخلاف مع الزوجة الخلاف مع الأولاد الأقرب إلى الله أقل في التغيرات النفسية الطبيعي وليست الأمراض النفسية لعمر بن خطاق قبل الإسلام سمع أخته أخته بتقرأ قرآن قد بتقرأ سورة طه طه ما أنزلني عليك القرآن ضربها قطع ودنها قطع ودنها أخته شقيقته بصي بعد الإسلام بقى إيه واحد تاني خالص ففعلا الدين بيهدي النفس أي ديانة صحي لكن الأمراض النفسية شيء والتغيرات النفسية شيء يعني مثلا حقولي حركة حاجة واحد أبو مات لو ما اكتقبش يبقى عايزة ضرب هل دي يبقى مريض لا إيه تغيرات صحي إنما لو زادت عن الحد مش رعيز يروح شغله مش مهتم بنفسه مش مهتم ببيته يروح لدكتور إيه أكتر أو أصعب مرض حاليا في العصر ده أصعب مرض موجود حاليا آه تلاتة غين تلاتة غين إذا توفره في واحد بيبقى علاجه صعب جدا إيه هما؟ الغيرة والغرور والغباء آه إذا توفر غيرة في واحد ومغرور فاكرة نفسه ما حصلش ومش زاكي غبي ده كارسة صعب جدا جدا تعالجيه صحيح لأنه هو عنده قناعة إنه هو أحسن واحد في الدنيا صحيح مغرور وبيغير طب إزاي حبقات ده أنا عايز أبقى أحسن واحد وما عندهش الزكاء اللي يعرف إنه كل واحد يعني ربنا ده إمكانيات لكل واحد يقدر عيش بها صحيح فبلاش الغرور لأنه قاتل وبلاش الغيرة الغيرة دي خلت واحد يقتل أخوه طبق قبيل وهابي خلت إخوات يرمو أخوهم في البير سيدنا يوسف فإذن هي مذكورة يعني في القرآن كمرض مذكور صحيح لكن لا داعي إنه إحنا يعني أعرف إنه نصيبك اللي ربنا تدهولك أحسن حكا تقولي طيب وأنا كنت عايزة أبقى كده فما كايز لو بقيت كده تروح في دهية تروح في دهية لماذا؟ أنت غير مستعد لكده أنا عايزة أبقى كذا طب الكذا دي أنت مش مستعدة لا لا علميا ولا نفسيا ولا عضويا ولا أي حاج ده مرض خطير جدا 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 يعني لو تفكرنا شوية ثلاثة غين صحيح ثلاثة غين على فكرة اللي عنده ثلاثة غين دول أنا مش تعبا هو اللي تعبا هو اللي تعبا صحيح هو اللي تعبا يعني هو لو فاء يبقى كويس جدا 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 دايما اللي بيغير عنده شيء من الغباء وعنده شيء من الغرور طبعا وهكذا المغرور عنده شيء من الغرور يعني احترنا يا دكتور احترنا ننام ساعات متواصلة من إمتى لإمتى ولا ما ننامش لأنه كان من فترة برضو كان طلع تصريح الدكتور مجدي عقوب قال النوم المتواصل بالليل خطر خطر الدكتور مجدي عقوب قال حقيقة علمية أنا حضرت المؤتمر بتاعها في ألمانيا ولما قلته ناس كلوني كلوني قلت إن ربنا فرض صلاة الفجر لحمايتي لحمايتي لأن لو دخلتنا عشرة بالليل نمت وقمت تمانية الصبح بيحصل تغيرات في السائل اللي حولها المخ ممكن يجيب مصايب ممكن يجيب مصايب ومنها جلطة تيجي تجلط فعشان كده في النص لازم نقوم صلاة الفجر الصلاة خير من النوم صحيح دي حقيقة أنا مرة بقول كده أما بيجي لي واحد من ديانة أخرى وعرضة لكده بقول له بقوم الساعة أربعة كده أتماشي واحد مسيحي قال لي عندنا صلاة فجر اسمها صلاة بكر يقوم الساعة أربعة يصلي وينام تاني إذن ربنا عايز يحمينا كلنا صحيح مش يختص ديانة عن ديانة واللي قال هذا الكلام كلام فارغ لا أرى ولا يعرف ولا متعلم ولا أي حاجة دكتور مادية عقوب قال بيبر أنا حضرتها في ألمانيا اللي هي النوم الكتير ده خطر جدا جدا إن الواحد يخش ينام ويكمل الصبح وإن شاء الله تشرب مية فاصل كده ورجعنا ورجعنا النوم أو ساعات النوم أو نسحة إمتى والنام إمتى بعيدا عن صوات الفجر فيه ناس تقولك أنا نام 12 واسحة 12 لازم أخد 12 ساعة بتوعي وناس تقولك اسحة 10 إيه أحسن حاجة الجسم الإنسان أحسن حاجة الجسم الإنسان إن يمشي مع اللي ربنا عمله ربنا عمل إيه فيه هرمون اسمه كورتيزون كل الناس سمعت عنه الكورتيزون هرمون أساسي للحياة يعني مكتوب في الطب كده essential for life أساسي للحياة أساسي للحياة يعني لو فيش كورتيزون روح يموت طب الكورتيزون ده مستوى في الدم هو هو لا أكيد لا لا ده بيبدأ مع الشمس ويزيد ويجي عند العصر يبتدي ينزل وعند المغرب يختفي إذن الطالب اللي بيصهر بالليل يذاكر بيذاكر من غير كورتيزون فهيبقى مجهود عالي جداً على مخه وعلى جسده صح فهو ربنا جعل الصباح للعمل صح والليل للراحة للراحة فأنا بيقول لوم كل واحد حتى في المذاكر إنه يذاكر بالليل ما ينفع في ناس ده غوية ويذاكروا للفدر يقول لك أنا أذاكر للساعة 6 الصبح فتركيزه هيكون أكيد أقل من النهار من غير كورتيزون مفيش مش موجود علمياً مفيش بينزل إلى بالليل وكده والحرك لو يعني الليل ربنا جعله سكناً والنهار ما عايش هو قال كده طب والكلمة دي مهي علمية صح الليل ساكن مفيش كورتيزون صح والنهار ما عايش نقدر نتحرك صحيح أنا بقى بقى أعظر اللي شغلته غفير ولازم يزهر لازم يزهر أو في مصنع آه ده بنحاول نعمله متابعة دقيقة جداً جداً عشان ما يحصلوش أي حاجة ياولاد ذكروا كويس وإنه مساعة 12 وصح الساعة 6 زاكر يبدري قوي أحسن من متأخر طبعاً طبعاً والوقت الكويس اللي النم فيه إحنا بقى مثلاً لو مش طلبة وحياتنا فئدينا وقتنا برضو نفس القص النم 11 نصحة كام 11 نصحة 7 بس آه وفي النصح نصح نصح للفجرة لكن الناس بقى اللي بتصحة 11 و 12 و 1 دول عايزين الضرب عندنا نص صحابنا كثير بيصحوا الساعة دول ضرب يارب يكونوا سامعين 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 كمان دكتور في الرياضات في ناس تروح الجم في ناس تعمل رياضة في البيت في ناس تمشي شوية يعني تقال برضو إن طلوع السلم أحسن من أو رياضة أحسن مننا أفضل طلع نازلة مثلاً ركب أسانسير فممكن السلم يكون شيء أفضل ده صح؟ ولا غلط؟ لا ده غلط جداً جداً أولاً اللي عايز يروح جم واللي عايز يلعب رياضة ما نوع إلا ما يكشف يكشف على نفسه تقول لي ما أنا مش عيان أنت ما تعرفش أنك عيان أنا هقولك أنت سليم ولا لا؟ يعني لازم نتطمن على قلبه اللي حيروح جم ده حيامل مجهوده هيدوق كتير فلازم يكشف على أول خاصةً لو في الأربعينات وقرر أنه عايز يخس ورح جم وقعد يجري لأ الأول تكشف نشوف ضغطك تقول لي تم هو ما بشتكيش ومين قال أن المريض بيشتكي؟ ما يمكن كامن جوا التلت تلت المرضى اللي بيشتكه مريض السكر التلتين ما عندهمش أعراض مريض الضغط التلتين ما عندهمش أعراض مريض الزبحة صدرية ممكن بقاش عنده أي أعراض فعشان كده أتطمن عليك وقولك أعمل اللي أنت عايزه النقطة المهمة جدا اللي فاكر أن الرياضة تخسس يروح يلعب عيد الرياضة ما تخسس؟ إطلاقاً إطلاقاً طب اشرح لنا دكتور هشرح لكم أيه أرجوك اشرح لنا أنت مشيتي ساعة مشيت واحد خايف اللي معادي يفوتوا مش واحد بيشتري جزمة تمام؟ تفقدي كم سعر حراري؟ في الدقيقة اتنين واربعة من عشر في ستين دقيقة ما طلعش متين واربعين صح عارفة متين واربعين دقيقة؟ إيه؟ نصر ريب جبنا يعني كده كأنك ما عملتش حاجة؟ ما عملتش حاجة اللي عايز يعمل ريجيم ياللي سامعيني أيوة؟ نظام الأكل نظام الأكل أه يعني الرياضة ولهاش فايدة؟ أقولك إزاي ده الرياضة لها فايدة عظيمة جدا جدا بس مش للتخصيص لتنشيط الجسم مثلا لا أم اللي إيه؟ واحد تعدل كل سرول هايل كل سرول نوعين حميد وسيء تقلل السيء وتعليل حميد كيف يعلم الله؟ سبحان الله الدواء ينزل التوتل كل سرول الكلي الدواء ينزل ينزل لكن عايز أعدل الحميد من السيء بالرياضة تثبت واحد اتنين فيه السكر نوعين فيه النوع أول ونوع تاني نوع الأول ما عندوش إنسولين هرس ونبقى نتكلم عنه ميش النوع التاني الإنسولين موجود وقد يكون أعلى من الطبيعة لكن الجسم مش شايفه عندي إنسولين بس أنا مش شايفه فكأني ما عنديش تمام؟ الرياضة تخليه شوفه تالت فايدة تلاقي لاعب كرة بيضيع جون ما يضعش وانت تسرخي وتعيطي وهو بيتحك لماذا؟ الرياضة بتطلع مادة في الجسم تخليك سعيدة تخليك سعيدة اللي هي اسمها إندورفن حتى مسامينا زي المورفين لأنها بتعدل المزاج المزاج فالرياضي نادراً لما تلاقيه متعصب لقي دايماً مبتسم وقال ليه عنده إندورفن عنده المادة دي الرياضة حتضيق عليك كم سعر حرير اللي يترك عليهم لو مشيت شوي لكن نمرأ خمسة بادي أهم حاجة فيها حاجة اسمها معدل الاحتراق اسمها إيه؟ معدل الاحتراق راض حارتك في عز الشتا يناير ودخلتي مدرج فيه ألف واحد تلاقيه سخن بالدفية آه سخن فواحد يقولك أصلي ده نفس نفس لا مش نفس خالص يقولك فيه نفس كل واحد فينا بيطلع احفاظ الرقم أربعين سعر حراري من كل متر مسطح من الجسم في الساعة ونقاعد مرتاح ونقاعد مرتاح بطلع عربعين سعر حراري في كل ساعة أي ولولا كده كنا بقينا كلنا فيه لا يعني الجسم يتخلص صح احنا الجسم الطبيعي بين واحد وسبعة من عشر واثنين واثنين من عشر متر حنقول اتنين متر اي نتطلعي تمانين سعر حراري كل ساعة ده ونقاعد مرتاح الرئيضة تعلي تخليني افقد اكتر فيطلع اكتر اكتر فاخس اسأل فيبقى الرياضة لها خمس فوايد مش من ضمنها اني خس لا عايز يخس يبطى لك صح يا دكتور انا ساعات يجيلي واحد ملتحي بسك سبحة وعلمت الصالة في وشه ومئة واربعين كيلو او ما استفزه او الله وراحك بتصلي ايه دكتور اللي بتقوله ده مش شايف مش شايف قوله اللي قال لك صلي هو هو اللي قال لك منشبعش صح ربنا قال ما تشبعش كوله واشربه ولا تصرفه قال لي بالك ليه دي ناية والرسول قال ما تشبعه مش معنى ما سمعتش دي صح عادي انت أكل زي ما انت عايز وفاكر نفسك بتصلي فدي نقطة للي بيسمع الشبع خطير جدا 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 حضرك دايما انت تقول دايما كل نص بطن اخطر حاجة الشبع وبعدين لو الانسان عارف بيشبع ازاي حيخفضل الطريقة اللي يشبع بيها صح تيبشي باقي بطريقتين ألا وهو ما ألا وهو باكل فالمعدة تتملي 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 فيها عصب أما توصل حجمه معين العصب يقول للمركز بتاع الشبع كفاية طب ده شبع ولا امتلاق لما يقول له كفاية ده امتلاق خلاص المعدة بتادي كده الطريقة التانية كلت حاجة بسيطة وصبرت تلت ساعة حتنزل في الأمعاء تطلع مادة تقول لي مركز الشبع كفاية يبقى أنا كده شبعت الأشيك الطريقة التانية طح انت لو بتاكل يا ياسمين ايه بتاكل وجالك تليفون في نص الأكل وطول شوي ايه تلت ساعة ايه مش هتعرف تكمل طح كل واحد يعمل كده طح بتبلعه وده خطر جدا طب ليه الهض يبدأ في الفم في اللعاب ده بيهضم الهض يبدأ في الفم فلما سيب الأكل في فوقي شوية ههضم وامدغه انا بقول لعيان مرة عندي امدغ الأكل ايه اللي هي رزب الملوخية يتمدغ يا دكتور بيملعوها لبيتظل الطهر بلاش المعلاقة الكبيرة ايه نصغرها ايه وبلاش الشبع خطير جدا 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 وخلي بالك السمنة مرت خطير طبعا لدرجة العلماء عملوا الجراح طبعا والتكميم وتحويل المصار ده ليه لعلاج السمنة طمام الأول صح الأول واحد يبقى ايه معقول يا حافظ يبقى معقول حضرتك قلت مرة في فيديو لما ييجي رمضان عايزين ما يجلكوش انتفاخ وتاكلوا أكل صحي وكل حاجة تبقى مظبوطة أول ما يدن أداني المغرب تفتروا كأنكم تفتروا في الأيام العادية شايب لبن صندويتش جبنه وحاجات خفيفة صلوا تقعدوا مثلا على بعد شوية بعد العشرة يعني بعد المغرب تقديريا كده نتغدى اللي هو الغدى بعد الترويح بعد الترويح رز لحمة كذا والسحور بتاعنا عشرة الزكي اللي لما يسمع نصيحة بلاش ينفذ يجربه صح الزكي اللي سمعته نصيحة جايزة كون شاكك طب جرب صح جايزة تنجح رمضان فطار غزة عشرة ده أنا بقالي مثلا 40 سنة كده ما شاء الله العمر كل يا رب العمر كل بجانب الأكل في ناس كتير بتاخد مكملات غزائية سواء في الحياة العادية أو في الجام ممنوع خالص مش مفيدة أبدا ناخد ربنا خليق لي أكل كويس لحمة وفراغ وفكهة ورز أخد مكملات ليه ليه الدواء خطير جدا 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 انت خدت مكملات غزائية عشان تعمل عضلات صح تعرف تأثيره على كلا ده ما بيعرفش يقول لي أما أنا ما فيش حاجة أقول له بعد عشر سنين انت ما تعرفش تعرف تأثيره على عضلة القلب ده بعد خمس ست سنين بلاش الحاجات دي الأدوية خطيرة جدا وعندنا كارثة كارثة في مصر في صرف الأدوية بلار لو عايزوا ياخد صح أنا كنت بحج وجالي التهافز غوري كده فدخلت الصيدلية فشافني قال لي حضرتك الدكتور حسام موافي قلت له آه قال لي أنا بتعلم منك قال لي أنت بتعمل أحسن بالرامج في الدنيا ماشاء الله وبوس وحضان وبلح وقهوة وطمر كل حاجة فلو سمحت الديني كذا كذا عشان عندي حرامي قال لي معاك رشدة آه قلت له لأ قال لي ممنوح أنت مش بتعلم مني قال لي حاجة تانية دي موضوع تاني أنا بتحاسب على الأدوية برشدة وصفة طبية هنا تقدري تشتري الدواء ياسمين بالتليفون صح صح فأنا بحذر من الإصراف أدوية الروماتيزم دي كده عندنا في صدلية كده كده عشان ركب يتجعلي الكارسة مش كده الكارسة من ركبها تخيف هيفتري ياخده هقول لك رقم مفزع نسيكي نفسك آه رقم مفزع خمسين في المية من اللي بيخسله كلا بسبب الأدوية بسبب الأدوية والله العظيم خمسين في المية خمسين في المية كل ميت واحد بيخسل كلا خمسين بسبب الأدوية اسمها يا جماعة بسبب الناس مش دارية آه مش دارية المضادات الحيوية كارسة اللي بتستخدم كده آه وأدوية الروماتيزم آه والمكملات الغذائية كمان من ضمنه انت محتاج مكمل روح لدكتور آه الدكتور حيقول له آه تاخد كده عشان مثلا عندك نقص في كده آه إنما أخد كده الواحدي يعني إذا أنا صحيحة وما عنديش نقص البيتامينات مثلا ما خدش أوميجا ثري مثلا تاخد كده آه ده يعني مشان أنا بسأل سؤال الجمهور الدكتور يقول يقول آه إذا قال أوكي إذا ما قال إذا قال أوكي خلاص الدكتور دارس وعارف المضاعفات وعارف انت محتاجة أو لا لأ إنما من نفسنا كده ممكن أروح أبني عمارة لا أنا خريكه للطب ليه ما شوية عمويد وشوية طوب بعد يومين هتوقع صح كل واحد يشغل شغلتي الفيتامينات نوعين فيتامينات تذوب في الماء آه جبت كوباية ماء وحطيت قرس الفيتامين اللي حولك علي ده بيدوف في الماء آه وفيتامينات لا تذوب في الماء آه اتفقنا اللي بيدوف في الماء مهما خدت منها هتنزل في البول صحيح يبقى أنا بنفع مصلحة المجاري بدفع فلوس لمصلحة المجاري لأن أنا مش محتاجة لكن بص اللي جاي بقى اللي لا تذوب في الماء تترصف في الجسم تترصف وتأذيني أيوة تترصف في الشرعين وفي الكلا وفي الأعضلات تأذيني ممكن أخد فيتامينا يأذيني صح بلاش أبسط حاجة فيتامينا ألف آه لا يذوب في الماء لو خدته ممكن يأذيني طب فيتامينا ده اللي الناس كلها بتسف فيه ده لو زاد يامل سمية طبعا إنما به وسيه وبيه واحد واثناشر وكلام ده بيدو في الماء أنا باخده بس بنفع مصرحة المجاري إنما ماينفعش كده ماينفعش خالص فلوس بترمي في الأرض وبعدين عيب تعرف حرتك كل إزازة ده وبشريات لقى فيها ورقة بانفلت كده اتخذ في إيه ومنغر في إيه أنا عايزة أسأل سؤال لجميع اللي بيكتبوها اللي ورقة دي مكتوبة مين العين هل يصح أقوله خلي بالك العين ده الدواء ده ساعات يورى من رجلين وساعات يكحح وساعات يموت هل ده يصح أمريكا في الطب وحشة أكيد أمريكا متقدمة جدا بياخد إزازة أه خد أرص صبح أرص بالليل من ده ما يعرفش حتى اسمه وإحنا عندنا صفحتين مع كل داو مكتوبة لمين لي طب أنا عارف أنا عارف الداو كويس جدا جدا ولا للعين لأ إحنا عندنا لازم حاجات تتصلح خمسين في المية من اللي بيخسله كلا بسبب الأدوية سمعه ورح حررك أي مركز غسيل وسألي الدكتور ده بيخسل ليه هقولك الليوتو بازل من إيه من أدوية من أدوية جائز كان بوردر لاين الكلة كانت بس جدا وانسف صح أضع للباق أضع للباق التدخين يا دكتور يعني التدخين ده يتقل في حاجات كتير وحضرتك خير من يقول أنت جيتي على الدبل ده عقدة حياتي مع المرضى آه والله حسأل كل المدخنين بس يكلموكي بالتليفون يقولك الإجابة آي أنت داخل سوبر ماركت تشتري علبة سمنة لقيت العلبة مكتوب عليها هذا السمن مسمم بشيشتري طمعيل بتسجري المكتوب عليها كده مو بيشتروه التدخين يسبب الوفاة آي واللي كاتبها لك اللي بيكسب منها ده اللي بيكسب منها هو اللي كاتب الورقة دي صح إذا تشرب إزاي التدخين لما بكلم عليه بكلم عن نقطتين لا ثالثة له نقطتين لا ثالثة له أنت بتدخل ليه ومش عارف تبطل ليه بس إذا المدخن سمعني يقعد مع نفسه النهاردة بالليل كده ويبص في المراية ويكلم نفسه ويجاوب على السؤالين ويجاوب السؤالين ده أنت بتدخل ليه أنا ممكن أرد ردودهم أنا غير مدخنة طبعا الحمد لله بس بيقولك أنه هو بيدخن عشان النيكوتين بيعدل مزاجه صح أوه دي إجابتهم برافو عليك النيكوتين the best anti-stress في الدنيا أحسن ده للسترس إنما لما يكون المقابل سرطان لا عيب فليزهب المزاج للجحيم لا ده مش مزاج ده هو استرس هو ضد الاسترس فعلا ولو أنكرنا كده يبقى احنا مش مش متعلمين ومش عارف يبطل ليه ده اللي حجوبه لما هو بيشرب ليه لأنه anti-stress ضد الاسترس حتى الاسترس بيوطي نيكوتين في الدم لو حركنا حطيتك في انفعال وانت مدخنة النيكوتين يوط عشان كده ملاحظة جايز الناس ما تاخدش بالها منه في أي سرس لقي التدخين زاد آه صح تلاقي الوهد متعصب عشان يرجع النيكوتين زي ما كان صحية في الميتم في interview عنده في امتحنات صح لقيه بيدخن أكتر ليه لأن السرس النيكوتين كان خمس بقى ثلاث أبو عايز رجعه خمس يروح شارب خمسة ست سجاير عشان رجعه كما كان بيشرب ليه اتفقنا مش عارف يبطل ليه قولينا بقى الإجابة دكتور دي مهمة جدا بقى تعريف الإدمان اتغير زمان من أكتر من خمسة تشر سنة من هو المضمن اللي بياخد عقار لو منعته منه فجأة يموت أو يحصل له أعراض اسمها أعراض انسحابية تضيعه وواحد بياخد ترمدول مقدرش يقول له بطل مقدرش أقول له خشه ما صح آه فكان التدخين محطوط مع القهوة والشاي آه هبت عادة لكن مش إدمان مش إدمان تعود اتغير العلم من حوالي عشرين سنة قاله أي مادة تعمل مستوى في الدم بقيت مدمن لها يبقى كالتدخين ده خالف أي مادة أنا باخد عين الدم أحللها لو لقيت فيها نيكوتين يبقى الرجل ده مدمن سجاج فتحول التدخين من عادة إلى إدمان المدمن ما عارفش يبطل والمدخن إذن بالتبعية مش إقدر يبقى والمدخن مدمن ما عارفش يبطل عشان كده عايز إرادة غير عادية غير عادية طبع ده الشق الطبي لكن فيه شق ديني يسأل المرأة عن ثلاثة من ضمنهم عن ماله من أين اكتسبوا وفي ما انفقوا يوم القيامة تعالى انت صرفت 75 ألف جنيسة جاية هاي محسوبة فوقها طبعا لا ده مش 75 ألف ده 750 ألف جاوب وابنك كان عايز جزمة ما جبتهلوش ما جبتهلوش جاوب بلاش احنا مطلوب مننا الحفاظ على ايه على صحتنا على النفس وعلى الدين وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال الله فما فيه عن نفسه ده نحن تحسب عليه المنتحر يخش جهنم ليه لانه محفظه عن نفس اللي ما بيصليش محفظه عن دين اللي بياخد مخدرات محفظه على العقل المسرف اللي بيلعب أمار محفظه على المال والعرض طبعا كل ده احنا مسؤولين عنه خمسة مسؤولين عن خمسة فمدخم يفكر انه حيتحسب اللي ماتوا في الكورونا معظمهم مدخنين رئاتهم ما استحملتش ده كان عندي بقى في القصر العيني صح ده حارك شفت التفاصيل كلها التدخين يا اخوانا خطير جدا 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 الاخطر من هذا دي الراجل بيدخن ومراته لأ طب زنبها ايه بتشم بقى هي مدخن سلبي مدخن سلبي مدخن سلبي بيجي لها خمستاشر في المية من اللي بيجي له يا خبري ده يعني لو قاعد مدة جنبها يدخن وذلك حتى انت مش قادر تبطل في البلكونة اللي صمحت ايه ولادك من الأطفال طب لما ابنك سنه ستاشر سنة في اللي جنب يشرب سجارة هتبأ سعيد هقولك يا بابا وانت بتشرب يا اخوانا كل واحد سامعني ارجوكو اقعد مع نفسك وراجع نفسك صحيا واجتماعيا ودينيا وراجع نفسك في التلاتة دول هتبطل بعد ساعة يعني اتمنى يسمعوا اتمنى يعني الدكتور حسان بيقوله لكو درر مش اي حد يقوله فاتمنى مش بس يسمعوا زي حاج قلت يجربوا لو عجبهم جربوا شهر كده من غير سجارة شوف هتبقى الفرق هيبقى عالي العالي ادحكك بقى جالي عيان كان اخر عيان في العيادة وتعبان جدا بقى سمعت سدره لقيته زبالة ها بتقوله اسمك ايه قال لي محمد بتقوله ايه ده قال لي مصحف بتقوله احلف على المصحف تاخد ثلاث سجار في اليوم انا قلت لو بطل تقوله فجأة ضغطوا بيعل اي قال لي اخدهم امتل الصبح وتظهروا بالليل قال لي طيب جالي بعد عشر تيام سدره انيال ولي بتاخد كم سجارة قال لي والله ثلاثة بتقوله المرد كنت بتشرب كم قال لي يا ما كنتش باشرب خالص انت اللي بحلفني وبعدين زمان اللي بيشوف السجارة ده احمد مصر شكري سرحان كانت فخفخة بالعكس الوقت انت قوضة زي قط الفران في المطار ممنوع تش هتخش قط المدخنين يعني فيها تحقير تحقير للنفس ازاي تقبل كده زمان كانت حاجة فخفخة السجارة في طرف بقه انما دلوقتي لا وعشان كده لازم ياخدوا قرار مفيش فيلم يتعمل فيه احد بيدخن صحيح لان الممثل ده بالنسبة لولاد قدوة هيقلدو هيقلدو صح فبلاش التدخين في الأفلام نبدأ بيها ثم الناس المشهورة يعني ما صحش يبقى فلان معروف انه مدخن صحيح اخر جزئية يقفل بيها الجزئية دي السجار السجار ألعن وألعن وألعن ألف شكر ياسمين على اللقاء الجميلة أنا اللي بشكر حضرتك جدا حضرتك لنورتنا شرفتنا دكتور حسام وفي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر لاني نورت كلام الناس شرفتني وعلى اللقاء إن شاء الله شكراً ahí شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر